تحت رعاية معالي فريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أقدى يوم أمس مؤتمراً الصحفي للكشف عن أهم تفاصيل مؤتمر الأورام والرعاية التلطيفية الذي سيقام في الخامس والسادس من نوفمبر المقبل نعم وتنظم هذا المؤتمر المستشفيات الحكومية بالتعاون مع إجوكيشن بلاس تفاصيل أوفا في سياق التقرير التالي المستشفيات الحكومية ومن خلال مؤتمر صحفي كشفت عن أبرز محاول مؤتمر الأورام والرعاية التلطيفية الذي ستستضيفه مملكة البحرين في نوفمبر المقبل حيث سيتضمن محاضرات عن العلاج التلطيفي والدور المهم للجانب النفسي لمرضى السرطان وذويهم طبعا إقامة هذا المؤتمر في مملكة البحرين إن شاء الله يضع مملكة البحرين على خارطة الأماكن اللي ممكن تجدب الجميع لإقامة مثل هذه المؤتمرات العالمية وهذا جدا مهم من أهم المكاسب اللي راح إن شاء الله نحصل عليها مثل إقامة هذه المؤتمرات تبادل الخبرات بوجود طبعا متحدثين وخبراء من على مستوى المنطقة على مستوى العالم إحنا ممكن ننقل تجربة مملكة البحرين في هذا المجال وإحنا نستمع لتجارب الآخرين النقطة الثانية بعد ممكن تكون إنه هي جزء من تدريب وتوعية العاملين الصحيين سواء كانوا أطباء أو ممرضين بالمرض بالتداعيات المرض شو ممكن نشخصه شو ممكن إحنا نعالجه مستشفية الحكومية تابنت هذه الفكرة تحت رعاية المجلس على الصحة وتماشيا مع رؤية مجلس المناء المستشفية الحكومية نحن في الأخير نمثل جزء من فريق البحرين اللي نبغي نطلع عسم مملكة البحرين عاليا في المحافل العلمية والعالمية كما سيتم وتسليط الضوء على دور المركز الخليجي لمكافحة السرطان والخطوات التي اتبعتها مملكة البحرين لتفعيل الخطة الخليجية لمكافحة السرطان 2016-2025 المؤتمر يسلط الضوء على جزء لا يتجزء من رعاية الأورام اللي هو العلاج التلطيفي العلاج التلطيفي هو تخصص يضمن علاج الآلام والأعراض المزمنة من أي مرض وفي وايد مفاهيم خاطئة بخصوص العلاج التلطيفي أنه العلاج التلطيفي يبدأ وقت للمريض يكون في مراحلة أنها أي من المرض يكون في حالة متقدمة وقت العلاج يتوقف ولكن احنا نحاول في خلال هذا المؤتمر نصحح بعض هذه المفاهيم طبعا كنا ننتظر هذا المؤتمر من زمان بيتم عقده في نوفمبر وبسلط الضوء على بعض النواقص ما نحتاج أن نكمل في مملكة البحرين والله الحال معظم الذي هو الأدوية والعلاجات متوفرة وموجودة بس تسليط الضوء على بعض النقاط وتبادل الخبرات مع باقي دول الجوار في الدول الغريبة ومن دول العالم وبنتحدث في ورقة علمية عن دور الجمعيات الأهلية ومنها جمعية البحرين لمكافأة السرطان ودورها في تقديم العون والمساعدة حق المرضى حق المستشفيات الحكومية إن تنظيم هذا المؤتمر يتماشى مع الجهود المنصبة نحو تعزيز السياحة العلاجية وتسليط الضوء على تجربة البحرين في هذا المجال لتدعيم مكانتها كمركز معتمد ومتميز لتقديم الخدمات الطبية بمختلف مستوياتها خصوصا مع تواجد مراكز متقدمة للعلاج بكافة المؤسسات الصحية الحكومية منها والخاصة ترجمة نانسي قنقر